بانك مصر السيد محمد اتريبي كشف تفاصيل مبادرة التبرع بالفكة لسندوق تحية مصر مؤكدا انه اختيار وليس البارع المواطن وان النسبة الاكبر توافق على هذا التبرع حيث ان التبرع يتم بمبلغ كسر بحسب المبلغ مثال يعني بتكلم على ان كسر الدينية وكسر الدينية انا ما عرفش هل المشروع يعني هل لو كانت تاخذ المشروع المشروع ده بتاعه يعني كان بتاع الدكتور ايمان ابراهيم الله يرحمه هو عي ومات يعني يعني ظروف مرضية الله يرحمه ويحسن اليه الدكتور ايمان ابراهيم ده انا استضفته وقت ما كنت في قناة النهار والكلام ده كان من خمس سنين او حال ازي كده وعرض المشروع اللي هو مشروع كسر الدينية بس عرض مصر المشروع كهي وعشان كده انا بقول لسيد محمد الاتريبي او لسندوق تحية مصر تمتينه نعمل منخليه على المستوى الاكبر ان احنا نخلي كسر الدينية على كل الفواتير في مصر لان الدراسة اللي كان عاملها الدكتور ايمان ابراهيم الله يرحمه كان بتقول انها ممكن تعمل لنا اربعة مليار في الشهر ليه لان احنا عدنا فواتير غاز وفواتير كهربا هتقول لي طب هو الناس مساحمة الساحمة اللي تاخد غاز وفواتير كاربا حولك لأ ده ان احنا ناخد كسر الدينية وفيه كسر عشرة دينية العشرة دينية في البنوك مع ده معاملات بتاعة ده المعاشات بتتعامل في البنوك وعندك حسابات مش هيدلعك انك تدفع تسع دينية لا كسر العشرة دينية فدي والمعاملات بتاعة البنوك تعمل مبالك كبير انما عندنا حوالي خمسة وتلاتين مليون عدات بخمسة وتلاتين كهرباء يعني بخمسة وتلاتين مليون فطورة فلو تخيلنا لو احنا خمسة وتلاتين مليون فطورة كسر الدينية بتاعهم دولت خمسين قرش متوسط يعني احنا بتتكلم في سبعتاشر مليون ونص مليون دينية من كسر الدينية بتاع الكهرباء بس ادي سبعتاشر مليون روح بقى على الغاز روح بقى على فواتير المطاعم وعلى كل فواتير في كل حالة لا بتعمل مبلغ كبير الله هو يعني مش يعني انا بقول اخواننا بتاحية مصر المسؤولين عن الصندوق ده الرئيس هو اللي قال مفكر في كل الحالات اللي خرر للصندوق دي فكرة بتاعت دكتور ايمان ابراهيم دي اثمين اربع سنين او خمس سنين مش عايب ان احنا ناخدها يعني مش عايب ان احنا ناخدها وراء المات صاحبها ربنا يحسن اليه ومش عايب ان احنا ناخدها ان دي ممكن توفر مبلغ سابق كل لا انت لما تشوف بس شوف احنا عندنا كام اشتراك بس في التليفونات ما احنا فيه في مصر متبعت يعني احنا بنتكلم علي ميت مليون خط دلوقت في مصر تليفون هات كل خط بيبق عليه في الاخر ليه فاتورة او في الحالة شوف بقى كسر الدين تعداد ديه كسر الدين ايه حيعمل فلوس كتيرة جدا 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 لو خدنا المشروع اللي كان عامله الرجل ده مش عايب ان احنا نسأل عليه وانا بقول الكلام ده للاخوة او السادر المسؤولين عن صندوق تحي مصر مش عايب ان احنا نسأل عليه ونشوف محنا في مصلحة اي حالة زياد كويس ان احنا عملنا ده في البنوك وبعدين انا انا ممكن النهاردة ما تباش يعني اختياري كل حالة بس ان انا ممكن النهاردة وانا برضو اقتلحت هذا الكلام وقتها لان انا كلمت فيه كتير اوة بس ما حد تسأل يعني انك انت في موضوع كسر ان ايه ممكن فضيلة المفتي يعملنا فتوى يعني الكنيسة والازهر يطلقون فتوتين ان النهاردة لما نستبرع بدية ده صدقة دارية لان الحاجات ده هتروح فين ما ممكن تطرح بقى لمشروعات الصحة وتطرح لمشروعات الاسكان والتعليم يعني هتروح للمصريين ما تينو نكمل ناخد المشروع زي ما هو موجود للعلم على فكرة فيه محلات كيه زي فجرفور وخلافه بيعملوا ده الجمعيات خيرية النمعيات خيرية تصل بهبات المسألة ودي يوقف بتاع اللي قاعد على الكشير بيقول اللي قول لأي حد منزبون احنا انت عند حضرات كسر كزا هل ممكن تتبرع فيه للمعيات كزا يقول له اه طب قدام بتتخدم الدولة بتترح في مشروعات الدولة بقى وتحيا مصري احنا شايفين حلة مشاكل ملاش اول ولا اخر يا رب حد يسمع الكلام دوي انا مش عارف الحقيقة اشتركوا في القناة